لماذا يشبه الكتاب المقدس المسيح أنه خبز الحياة في الواقع فيه أوجه شبه كثيرة أذكر البعض منها بقدر ما تسعفني الزكرة الأمر الأول الخبز طعام ضروري للحياة ولا يمكن أن يستغنى إنسان عن الخبز الصفة الثانية أن الخبز طعام الجميع الفقير والغني الخبز طعام لجميع الأعمار للطفل والشاب والكبير الخبز يدخل في كياننا عندما نأكله يتحول ويدخل في كياننا وهكذا شخص المسيح العظيم عندما نقبله يسكن بالروح القدس فينا الخبز طعام جميع فصول السنة كما نأكل الخبز في جميع فصول السنة فالمسيح ضروري لحياتنا يوما فيوما طبعا المسيح بيتحدث بلغة شرقية لأنه في الشرق الأوسط الطعام الرئيسي هو الخبز لأنه في بعض الدول الأخرى يمكن الصين بيعتمدوا على الرز مثلا اشتركوا في القناة